توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى لوكسنبورغ لعقد الدورة التسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ أن وزير الخارجية سامح شكري سيكتمع أيضا بمجموعة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وذلك للتشاور حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها موضوعات المناخ في ضوء استضافة مصر ورئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كما سيعقد شكري عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية الأوروبيين على هامش الاجتماع وستشمل الزيارة شقا ثنائيا لتعزيز العلاقات بين مصر و لوكسنبورغ